صباح خير يا ترى ايه اعراض ارتفاع نسبة الاملاح في الجسم وازاي اتخلص منها وازاي اصلا اعرف اني عندي املاح فيه لغة كبير جدا في علامنا العربي ان واحد يقول انا بعرق كتير بعندي املاح معاني العرق ده موضوع تاني خالص يا ترى ايه اعراض زادة الاملاح في الجسم وايه خطورة الموضوع ده وايه علاجه لو الموضوع ده يهمك ويهمك تعالوا كده نشوف مع بعض موسيقى وارجعنا لكم تاني معاكم دكتور مجد المنقبادي قناة طب وتنمية بشرية اخوكم باكيوز طب عن شمسة 91 مجلسين من المانيا ستتسعة وتسعين هدخل في الموضوع على طول الاملاح وزيادة الاملاح الحقيقة ان الاملاح والمعادن من المؤكمات المهمة جدا يا جماعة على صحة الجسم وتساعد عضاء الجسم في قيام بكل وظائفها وتساهم كمان في بناء العظم وصناعة الهرمونات بتاعت الجسم وتنظيم ضربات القلب وانقباض العضلات وغيرها من الوظائف لكن يرتبط بقى مفهوم ارتفاع نسبة الاملاح في الجسم مع زيادة في مستويات السوديوم في الجسم ملح الطعام عبارة عن ايه كلوريد السوديوم اذا زيادة الاملاح معناها زيادة السوديوم او بمعنى صحة ان نسبة السوديوم ليه البوتاسيوم مش مزغوطة يعني السوديوم اعلى من الطبيعي او البوتاسيوم اقل من الطبيعي او الاتنين مع بعض الموضوع ده خطرته في ايه بقى تخيلوا ان الاحصائيات العالمية ان في مليون ونص مليون حالة في السنة يحصلها حالة وفاة بسبب ارتفاع نسبة الاملاح والمعادم في الجسم يعني ده بيسبب مضاعفات صحية جماعة خطيرة جدا زي ما هنشوف في الفيديو ده لكن تعالوا كالاول نشوف ايه حكاية الملح الملح اللي هو ملح الطعام اللي انتو عارفينه ده عنصر اساسي في النظام الغذائي للانسان والحيوان من الاف السنين لدرجة الملح زمان كان زي العملة انه كان غالي لدرجة فيه مدينة في النمسا اللي منها موزارت الموزيقار مدينة سالسبورغ سولز يعني ملح وبورج يعني قلعة كانت قلعة الملح زي قلعة الزهب كده فكان الملح ده حاجة مهمة كده السبب انه كان غالي اوي كده انه الملح الانسان يا جماعة كان بيستخدمه في حفظ الاكل عارفين الملوحة مثلا الترشي الحاجات دي بنحط فيها الملح عشان الاكل ما يبص دي عادة قديمة من زمان كان اي اكل يعني جدتي كانت تطبخ ما كانش عندها تلاجة كانت تحط ملح في الاكل كتير اوي عشان الاكل ما يبص ولكن بعد سنين اكتشف الانسان التلاجة انك حاس عنده مسكلة ان لسانه اتعود على طعم الملح وحنعرف في الفيديو ده خطورة الموضوع ده احتياجنا اليوم من الملح هو عبارة عن عشرة في المئة بس تسعين في المئة بناكله زيادة احتياجنا يا جماعة اليوم من الملح معلقة شاي واحدة يوميا اكتر من كده في خطورة على صحية طيب ايه بقى اعراض زيادة الملح في الجسم؟ حديكم تسع اعراض لو حسيتوا بواحدة فيهم لازم تروحوا للدكتور وتشوف حكاية الملح اولا انك انت بتبقى عطشان دايما ليه بقى؟ لان الملح الطعام فيه ستين في المئة سوتيوم واربعين في المئة كلور طيب بعدين السوتيوم يا جماعة بيسحب المية من القلايا فالمخي بيحس بكده يبعت اشارات للجسم يقول له انا عطشان انا عطشان اجرب عشان كده المية مهمة جدا وشرب المية مهمة جدا وعملنا حلقة عن اهمية شرب المية شتا وصيف احطو لكم الرابط اللي ما شافهاش لان اساس الحياة هو فعلا الماء وعلى فكرة احنا مفروض نشرب في الشتا مترين مية وفي الصيف من 3 ال 4 لتر مية طبعا فيه امراض تانية بالسبب العطش الشديد زي مثلا مرض السكر او التهبات الكلا او البثان او المسالك البولية فلو فيه عطش شديد مش لازم يكون نقص املاح ولكن من اهم اعراض نقص الاملاح هو العبس تاني عرض ومهم جدا هو التبول الكثير يعني الواحد يدخل الحمام كتير دي طبعا انتو عارفين ان دي من اعراض السكر لكن الحقيقة انها من اهم اعراض سيادة الاملاح لان لما بيزيد نسبة السوديو في الجسم ويطردوا المية فالمية عايز تخرج تخرج منين تخرج في البول لو انت متشربش مية كتير او حاليا متشربش مية كتير بعد الفيديو هتشرب مية كتير حلى فكرة هنتعلم نشرب مية كتير بس بتدخل الحمام كتير فده خطر جدا لان الجسم لما بيفقد مية بيفقد كمان فيها كالسيوم والكالسيوم ده الجسم يحتاجه فالجسم ده ذاكي لما ملقاش كالسيوم في الدم يروح واخده من العظم فبيعمل ايه أو هشاشة العصار العرض الثالث المهم جدا الشراها التامة في اكل الحاجات الملح هتلاقي واحد ايه نفسه حدقة كده عايزك كل حاجة ملحة بتزة حدقة بطاطس محمرة ده للاسف من اعراف زيادة الاملاح وده بيدخلك في حلقة مفرغة تاكل حاجة ملحة وعايز تاكل حاجة ملحة فده بيزود مشاكل في الجسم الحل بسيط زي ما قلنا الحل الاولاني يشربوا المية كتير الحل هنا بقى اكل التوابل وانقطر من التوابل وانعود لساننا على الطعم الجديد بلاش ملح قال الملح في الطبيخ وزود التوابل لغاية ما اللسان يتعود عليها وبالتالي كمية الملح في الطبيخ تقل ارتفاع الاملاح في الجسم بيعمل تشنجات وكرامبات في العضلات ليه بقى؟ لان نسبة السوديوم للبوتاسيوم زي ما قلنا في اول الحلقة البوتاسيوم باسط للعضلات بتاع ريلاكسيشن والسوديوم كونتراكشن قابض للعضلات لو النسبة دي قلت يحصل كرامبات خامس نقطة من اعراض ارتفاع الملح فقدان التوازن والشعور بالضوار والتعب والصداع والارعاق ليه؟ لان الاتفاع ملح السوديوم وقلت المية ده عامل زي الجفاف المية قلت والسوديوم زاد مش واصل مية كفاية للمخ مش واصل مية كفاية للعضلات واتلاقي الواحد ايه مرحب تبقى الحل البسيط هو ايه؟ نحنا نسرب مية وكمان في حلول تانية حنقولها لكم بقى في الحلقة الجاية بتاعت العلاج لكن من اهمها ان احنا ناكل مأكلات فيها بوتاسيوم واخنا عملنا حلقات كتير عن مأكلات فيها بوتاسيوم زي الطماطم وزي الحمص وزي الخيار وزي الخص وحنقول كمان على مأكلات تانية كتير فيها بوتاسيوم نمرة 6 بتسبب نسبة الاملاح في الجسم طبعا مشاكل كتيرة في الكلة ممكن توصل للحصوات وتخلي مشاكل في كل الكلة احتباس في البول صعوبة في التبول زيادة في نسبة الاملاح دي الكلة دي هي المصفة بتاعت الجسم لو المصفة تمالت ملح تلاقي المريض مدكر في المشاكل ممكن يوصل لقدر الله للفشل الكلو غير بقى انها بتعمل بقى الاعراض الطبيعية حلقات في البول تغير في لون البول فعملنا حلقة عن تغير لون البول هحط لكم الرابط بتاعها نمرة 7 عارفينها طبعا الضغط العالي ودي مش هتكلم فيها كتير هنعمل لها حلقة مخصوصة الضغط طبعا بيزيد لما بيكون فيه نسبة السوديوم عسى الكيات داكاترة بيعمله للعينين علشان يقل الضغط نمرة 8 تورم في اجزاء جسم غريبة تورم في القدمين تورم تحت العين اي سبب يا ترى لما الملح بيزيد الجسم عايز يخزن مياه في اي حتة يخزن تحت العين يخزن في القدمين تحت وده فيه برده ممكن يؤدي للنقرص او من ضمن اعراض النقرص لكن من اهم الاعراض الناس بنعرف بيها الانسان دا عنده مشاكل في الملح انه بيبقى فيه اليوريك اس بتاعه كويس لكن رجليه ورمة رجليه ورمة دي ممكن تبع اسباب كتيرة لكن من اهمها زيادة نسبة الاملاح في الجسم اخر حاجة اتكلمنا عليها فيه موضوع النقرص المشكلة ان نسبة الاملاح بتزود تعمل الالتهابات في مفاصل الجسم واحمرار في مفاصل الجسم وقلم شديد يسبب صعوبة في الحركة ان الاملاح بتترسب يا جباعة مش لايه حتة تخرج فيها بتروح تترسب في العظام وفي الغضاريف عشالت عودت معي في القناة على البساطة ملخص سريح كده تحس لك عايز تدخل حمام كتير عطشان على طول عايز تاكل اكل غير صحي واكل مالح عندك تقلصات او بتعالي من تعب وضوخة وصداع او التفكير بتاعك بيقل شوية او ضغطك عالي او جسمك بيتدفر في هماكن غريبة زي كعب الرجل او تحت العين طب ايه الكمية اللازمة للملح قولناها معلقة شاي يوميا بس هي الكمية اللي احنا محتاجينها طب ايه العلاج و ايه الحلول و ايه البدايل يا دكتور انت كانت تويتنا ده اللي حنتكلم فيه في الحلقة الجاية عن علاج ارتفاع نسبة الاملاح في الجسم او الحلقة عجبتك ياريت تسيب لنا لايك وتكتب لنا تعليق كده يشجعنا كان معكم ماجد المنقباتي طب و تنمية بالشاي